في مقال لصحيفة والستريت جورنال أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الشراكة التي تربط واشنطن بتل أبيب قى أقوى شريكة في منطقة البحر المتوسط على حد وصفه. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ضعفت دفاعات الجيش الإسرائيلي وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي يمتلك التكنولوجيا والتدريب اللازمين للدفاع عن دولته وقال بايدن أن طهران تريد تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحوى الدولة اليهودية الوحيدة في العالم على حد قوله. وحذر من أنه في حال تصعيد طهران هجومها على إسرائيل بشكل كبير. فقد تنجر الولايات المتحدة لهذا الصراع. ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن السيد جاين كارل المسؤول السابق بولايات الاستخبارات الأمريكية. أهلا بك معنا سيد كارل. ونبدأ من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال بي والستريت جورنال. إنه إذا حدث تصعيد في المواجهة بين إيران وأمريكا. فمن الممكن أن تنجر أمريكا إلى هذا الصراع. هل هذا وارد؟ هل هذا وارد أن تنجر أمريكا في حرب مباشرة مع إيران؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم. فهناك خطر حقيقي بشأن جرار الولايات المتحدة في حرب أو في صراع وخصوصا منذ السابع من أكتوبر. وطبعا هناك قلق من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول على أساس أن الحرب بين حماس وإسرائيل قد تتوسع لتشمال قوة ودول إقليمية وربما دولية. وهذا سيكون كارثيا على الجميع. لكن هناك من يقول أن نيتانيهو حاول أكثر من مرة أن يضغط على إدارات أمريكية مختلفة حتى تدخل في حرب مباشرة مع إيران ولم يفلح. هل يفلح هذه المرة؟ هل يجر نيتانيهو واشنطن في حرب مباشرة مع إيران الآن؟ وما زال أمامه فرصة لأنجاح. أنا ربما أتفق مع فنايا سؤالك فيما تعلق بصياغته فطبعا نيتانيهو يعتقد أن من مصلحاته إشراك الولايات المتحدة وأنه بذلك سيواجه إيران وأنه مسؤول عما ينوي القيام به من أجل تشتيت الأضواع وأنه ربما تشتيت الاهتمام عن وضع سياسي ربما ينجح في مسعيه ربما عدم احتمالية ذلك ولكن هنا لك إمكانية لأنه ينجح في مساعيه لجر الولايات المتحدة في صراع مباشر مع إيران كيف تبدو حسابات واشنطن في مسألة الرد الإسرائيلي على إيران؟ الهدف الهدف الأعلى بالنسبة لي وقد أوضحه تماما وهو تفادي توسع حرب حماس وإسرائيل توسعها لتشمال دولا أخرى من دول مجاورة لإسرائيل أحواتها دول أخرى في المنطقة وعلى وجه التحديد مشاركة إيران ومشاركة إيران في هذا الصراع وهذا مشاني أن يجعل هذه الحرب ليست تقليمية بل حرب دولية وهذا سيكون كارثيا طبعا هذا هو الهدف الأعلى والأساس بالنسبة لي بايدن بعد ذلك ربما هو يحاول ضبط إسرائيل في هذا الوقت والقيام بما قامت به الولايات المتحدة دون نجاح كبير محاولة تواصل إلى حل الدولتين وربما حتى ولكي يتحقق هذا الهدف فناند يتطلب خروج نتنياهو من المشهد السياسي وبعاده عن الحكم طيب التصرحات الصادرة من واشنطن تؤكد أن أمريكا تذهب إلى أو تميل إلى حالة التهديع إذن الحرب الشاملة لا تريدها واشنطن لماذا لا تضغط على إسرائيل في مسألة لجم نتنياهو من مهاجمات أو الرد على إيران هذه المعضلة التي لا نهاية لها والإحباط الذي تواجهه الولايات المتحدة وحتى بالنسبة لبعض الدول دول المنطقة السيما الإسلامية منها والتي ربما تحمل تعاطفا للفلسطين المعضلة أمام بايدن وبالنسبة لولايات المتحدة لم تتغير عما كانت عليه منذ عقود وهي أن ضغوطات أكثر على إسرائيل ربما يجعلها ربما يجعل من الصعوبة بمكان إن لم يكن من شبه المستحيل على الرئيس أي رئيس أمريكي ينفذ سياساته الأخرى طبعا على قدر الأهمية إسرائيل وفلسطين فإنهما ليس القضية الأساسية التي ربما تؤرق الرئيس هناك قضايا أخرى ومشاغل أخرى لذلك هذه الحقيقة هي التي ربما قيدت الرؤساء الأمريكيين كذلك إسرائيل ربما تحاول الضغط ولكن ذلك يتطلب على الجانب الآخر من المعادلة سلطة فلسطينية معقولة تساعد على التقدم على هذا المسار ونحن نعرف أن سلطة كهذه لم تكن موجودة منذ سنوات ونعرف أن حماس هي مثيرة للمشاكل بالنسبة لجميع بما في ذلك الفلسطينيين ولذلك هذا هو الإحباط الذي تواجهه الإدارات الأمريكية وهي لا تريد أن تحل مشكلة وتخلق مشاكل أخرى حسب كلام حضرتك أن الإدارة الأمريكية لا تريد فتح جبهة جديدة لأسرع وهناك من يقول أنه أي هجوم كبير على إيران لن يتم إلا بتنسيق مع أمريكا إذن بإمكان أمريكا أن تمنع هذا الهجوم بالأساس أم لا طبعاً هجوم كبير من قبل إسرائيل على ما أفترض نعم إلى حد ما بإمكان الولايات المتحدة ضبط إسرائيل ومنعها من تنفيذ هجوم كبير ولكن ليس بالكامل كما نعرف أن نتنياهو لطالما كان ناجحاً في تحقيق ما كان يعتبره في مصلحة وفي مصلحة إسرائيل وبغض النظرة عن رأي الولايات المتحدة وموقفها سيما وأننا قد رأيناه خلال الأسنوات الماضية تجاوز إدارة بايدن وحتى يتجاوز إدارة نتنياهو ويذهب مباشرة إلى أبرز مؤيديه في الجبهة السياسية الأمريكية وجلها من اليمينيين أو الجمهورين ولكن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ربما يكون لها ليس بضرورة سيطرة ولكن قدرة وإمكانية كبح جماح إسرائيل لأن إسرائيل طبعا لا تريد أن تخسر ما يسأل الأوزة التي هي تبيض بيضة الذهب وهي الولايات المتحدة بمعنى فإسرائيل لا تريد أن تخسر الولايات المتحدة الوضع حساس نعم الولايات المتحدة قد يكون لها بعض الضغط وبعض النفوذ ولكن ليس بضرورة أن تسيطر على القرار الإسرائيلي مفهوم سيد كارل لأن نتنياهو يعمل من أجل مصلحته وهو يريد أن يطيل أمد هذا الصراع من أجل أن يبقى في موقعه السياسي لكن في المقابل ألا يخشى الرئيس بايدن هو مقدم على انتخابات بعد عدة أشهر ألا يخشى على مستقبله السياسي إذا استمرت هذه الحرب على غزة وإذا توسعت الحرب وتحولت إلى حرب إقليمية نعم بالتأكيد هي تؤثر على ذلك وطبعا حرب حماس أو حرب غزة أيًا كان نعم تؤثر على السياسات الداخلية والمحلية الأمريكية وبطرق حتى غريبة وجلبت مصاعب أو صعوبات التحديات جديدة بالنسبة لإدارة بايدن وللولت المتحدة لأنه تاريخيا لطالما دعم اليهود الأمريكيون الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي ولكنهم في الوقت نفسي يدعمون إسرائيل ولكن الآن هناك جالية إسلامية فلسطينية في انتخابات في ولايات مهمة على رأسها ولاية ميتشيغان وهي مهمة بالنسبة لفرص نجاح بايدن في الانتخابات كذلك الآن قطاع الشباب وخصوصا من اليهود من اليهود الأمريكيين الغاضبون والفزعون جراء ما يقوم به نتنياهو وبالتالي كل ذلك يضغط على بايدن لكي يتخذ موقف أكثر صرامة ضد نتنياهو وبالتالي هذه الديناميكية الجديدة التي تشهدها الولايات المتحدة ولكن في الوقت النفسي هناك الجمهوريون المحافظون الذين ربما يدفعون اتجاه شن حرب على إيران ويعتقدون أنهم إذا ما قاموا بغزو حتى إيران فإن فرص النجاح أمامهم هي أكثر مما كانت عليه في العراق لذلك كما ذكرت التحولات والأوضاع الحالية هي تمثل الصعوبة لأي رئيس ولكن على وجه التحديد رئيس بايدن لكن الرئيس الإيراني على الجانب الآخر يقول أن إيران سترد بشكل رهيب وموجع على أي عمل أو على أي هجوم إسرائيلي يستهدف طهران ألا تخشى أمريكا من قيام إيران باستهداف مصالحها وقوعدها الأمريكية في المنطقة نعم بالتأكيد طبعا جميعنا نخشى أن يكون هنالك هجمات محتملة من أعداء محتملين ولكن الإيرانيين لا يتصرفون بشكل منطقي هدفهم الأساسي هو البقاء على قيد الحياة إذا ما صح التابير و أي هجوم ولكن لا أعتقد أنهم ربما يفكرون بشني هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل لاعتقادهم بأن تلك الخطوة لن تكون خطوة حكيمة وهذا من شأنه أن يؤثر على بقاء النظام الإيراني في الحكم وبالتالي كان هناك إشارات واضحة ورسائل واضحة بأن إيران لا تريد تصعيدا أكبر لأصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يجر الولايات المتحدة إلى هذا الصراع وكذلك الدول الإسلامية السنة منها والشعية وكذلك الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة فرنسا والمملكة المتحدة وجميعها أرسلت رسائل مرات عديدة لأنها لا تسعى إلى صراع واسع وأي رد والرد الإيراني والهجوم الإيراني الذي شاركت فيه أكثر من 350 طائرة وصاروخ ربما هدف منه حسابات من شأن أن ترسل رسالة لإسرائيل دون جر المنطقة إلى حرب واسعة ومما رأينا من رد فعل الولايات المتحدة وحتى رد إسرائيل يتوقف على موقف رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء البريطاني سوناك ذكر قبل يوم أو يومين عندما قال أن على نتنياهو أن يرضى بهذا النصر ويقبل بهذا النصر ويحجم عن أي هجوم ضد إيران ويعتبر أن ما حدث هو انتصار له وعلى ضئي ما حدث ولكن لننتظر لنرى إن كان نتنياهو حكيما بما يكفي لأخذ بهذه النصيحة شكرا جزيلا سيدة جلينكار المسؤول السابق بوكالة الاستقبارات الأمريكية كنت معنا عبر الانترنت من واشنطن شكرا جزيلا لك